ملعب الويس الثاني في موناكو وهي الثانية عشرة لفريق فرنسي ضد اليوفي في الأدوار الإقصائية المباشرة كانت الغلبة في كل سابقاتها للإيطاليين موناكو سيحاول استغلال هجومه الناري لفك الدفاع الحديدي اليوفي مرسلنا محمد الوضاحي ومزيد من التفاصيل من دون عقدة ولا سابق حسابات سيدخل شبان موناكو مواجهتهم الأولى ليوفانتوس المدجج بنجومه وتجربته أبناء الإمارة كسروا هذا الموسم جميع القواعد سواء محليا أو قريا وعشية هذه المواجهة المهمة تبدو الأجواء على عادتها رغم عبء المباريات التي تم لعبها حتى الآن بعد 13 عاما إذن لاسام يجدد الموعد مع المربع الأخير ولتحقيق ذات النتيجة كما عام 2004 تبدو المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة فجارديم سيستعيد على الأرجح خدمات مدافعه العالي والنشط سيدي بي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة باكايوكو رغم تدربه مع زملائه حاملا واقيا للأنف بعد احتكاكه القوي مع زميله جليك في تدريبات الجمعة جارديم سيعول في هذا اللقاء على نشاط خطه الأمامي الذي يمتزج فيه عنفوان الشباب بالتجربة رغم صلابة دفاعات الخصوم وقوتها المعروفة أعتقد بما أننا تعودنا على الطريق الهجومية سنحاول تسجيل الأهداف مثل ما فعلنا في دورتمون وفي توتنهام وفي مراحل دوري الأبطال ضد فرق المستوى عالي ومن المهم جدا أن نخرج من هنا بالنصر معسكر فريق الإمارة يريد مواصلة اللعب دون ضغط ويلح منذ ظهور نتائج القرعة على ترجيخ كفة الفريق الإيطالي فيما يبقى المراقبون أعينهم على مسار هذا الفريق الذي قد يتحرر أكثر بعد أن ظهرت ملامح اللقب المحلية وقربها من خزائن نادي إثر تعثر الملاحق باريسان جرما في نيس نهاية الأسبوع الماضية شوط أول هو في هذه المواجهة الثنائية بين موناكو واليوفي أشبال المدرب ليوناردو جارديم يعلمون أنهم يواجهون أحد أعرق وأكبر وأقوى الأندية في القارة العجوز والذي يمر بأزهى أيامه أياما ولكنهم يملكون بالمقابل الشباب العنفوان والاندفاع عوامل أثبتت جميعها بأنها فعالة هذا الموسم في فريق الإمارة محمد وضاحي بين سبورت من ملعب لوي دو موناكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر